نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء محاضرة علمية بعنوان الصعوبات التي يواجهها الطيار ألقاها كابتن فراس مال الله في المركز تطرق المحاضر إلى طريق نحو عالم الطيران وكيف يتأهل الشخص ليكون طيارا وكذلك تطرق إلى الصعوبات العملية التي يواجهها الطيار من إجراءات وترتيبات الرحلة إلى الظروف المناخية كما عرضت المحاضرة بعض الجوانب الفنية في عالم الطيران وأسرار هذه المهنة والمخاطر التي يواجهها الطيار بمتحفات شارقة للخط تتواصل فعاليات المعرض الفنية الذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي أبدعها اثنان من الخطاطين المهوبين من القلب إلى القلم معرض يضم أربع وثلاثين عملا فنيا من الخط العربي تتشكل من النصوص الدينية والأقوال المأثورة والأشعار التراثية من إبداع أستاذ فن الخط العربي الدكتور نصار منصورة الذي يعد من أهم المؤثرين الأكاديميين في هذا المجال وتلميذه البريطاني السير مارك ألن حبينا في البداية نعرض أعمال الأستاذ وحبينا نعرض الخط المحقق تحديدا لأن قلبية اللوحات من خط المحقق إضافة إلى خطوط أخرى مثل الثلثة الجلي ومثل الجلي الديواني إضافة إلى أعمال السير مارك التي تتميز ما بين أيضا المحقق وخط الثلثة الجلي نأمل بهذا المعرض أن نأتي نلقي ضوء على محقق كخط يجمع أفكار الجمال من تراث بعيد طويل ويجمع الخبرة المواصرة لناس من أيامنا هذه العنوان هو من القلب للقلم يعني عنوان أيضا أخذ من إبن المقفع اللي هو واحد من كبار الأدباء وأصلا مش عربي لكن أحد أهم الكتباء اللي أثروا فيه في الأدب العربي من الفترة الإسلامية الأولى وقطعا القلم بريد القلب فما يكون في القلب أو في الذهن لا بد أن القلم هو الترجمان لهذا الموجود ويتضمن معرض من القلب إلى القلم أعمالا فنية من خط المحقق العربي كما يشهد المعرض أيضا تقديم نماذج لخطوط الثلثة الجلي والكوفي المربع وقد نفذت العديد من هذه الأعمال باستخدام الحبر أو الذهب على الورق السقيل أو الورق المقوى المعرض يتميز لأول مرة في تاريخ المعارض بالخط العربي بأن يحتوي على ورش متخصصة في الخطوط المختلفة كالمحقق ومن حيث الإخراج من حيث إظهار اللوحات والأعمال هذا المعرض أو غير من المعرض تصب في نشر الثقافة والوعي بما يخص وأهمية أيضا الخط العربي وأنا أعجبني أيضا عنوان المعرض من القلب إلى القلم فشيء جميل المعرض يعمل على إبراز الدور الهام الذي تؤديه المتاحف لإلهام الزائرين القادمين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم وتحفيزهم على الإطلاع على تفاصيل أوسع فيما يتعلق بالفنون والتراث في العالم الإسلامي القلم بريد القلب يخبر بالخبر وينظر بلا نظري عبارة استوحى من هذا المعرض عنوانه ليثبت أن العمل الناجح لا بد أن يكون نابعا من القلب لأخبار الدار فايزة بنحاني